اشتركوا في القناة إلا إذا كان عظيم الكرامة عند الله قال الله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ثم قال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ثم قال الله إنه من عبادنا المخلصين هذه منازل يؤتيها الله من يشاء من عباده وكن على يقين أن الله كلما عصمك من معصية ثم أحسنت شكره عليها إلا وسيأسمك عما هو أعظم منه حتى يهيئك لأن تدخل جنته وقد طهرت وطبت جسداً ورحمة إن من أعظم الكرامات عند الله أن يتولى كالله ظاهراً وباطلاً اقرأوا قول الله وهو الولي الحميد واعلموا أن من أعظم معانيها أن الله لا يضيع أولياءه إن الأب لا يضيع أبناءه والمعلم لا يضيع تلاميذه والأم لا تضيع صغارها فكيف برب العزة والجلى لا يضيع الله أولياءه فالعبد أعظم ما يسعى إليه أن يتولاه الله صلي في الليل ما شاء الله لك أن تصل فإذا كنت بين يدي ربك الولي الحميد قل وأنت تفقه المعنى وتولني في من توليت بالله عليك أي أذن سيخلص إليه وأنت في ولاية الله ما شاء الله